دي كانت علي سوير على أحداث مباراة السوبر نجح الأهل في اقتناص هذا اللقب لأنه حط سيستم بشكل مختلف عن الفترة السابقة الانضباط، الالتزام، القرارات القوية أكيد بتقودك إلى نجاح وانتصارات قهربة وموقف قهربة اتقفلت الصفحة ما فيش أي تعليقات على هذا القرار وعقب وصول البعث على طول بعد ما التزم قهربة واعتذر للجهاز الفني واعتذر لكابتن محمد رمضان المدير الرياضي وتدخل لعبي النادي الآلي بما يتوافق مع أسس ونظام النادي الآلي تم قبول الاعتذار ومشاركة قهربة في التدريبات بالأمس ومشاركته في تدريبات النهاردة كمان والرؤية الفنية حسب المشاركة في الفترة القادمة بترجع للمدير الفني مارس الكونار خلاص موضوع نقطة من أول السطر اتقفرت الفيلم والقصة اللي كان حاول البعض يتكبرها شوية لما شاف لعبة الآلي مسكة تي شيرت قهربة رقم سبعة أثناء التتويج ببطولة السوبر مفيش حاجة بتتعامل داخل النادي الآلي كده باي لك أو مش كل واحد بيعمل حاجة بمزاجه في نظام في سيستم فبالتالي ملف القهربة لاللعيبة اعترضت على أي قرار بالعكس في التزام من الجميع اللعيبة تدخلت عشان خاطر قهربة اعتذر اللعب وافئ الكابتن محمد رمضان نبارح شوفنا الصور مع مارس الكونار المشاركة الفنية بترجع للمدير الفني طبعا البعض اللي حاول بقى ايه يحط شوية تطش كده معين أو حابة سبيس عشان يشعل المسألة طبعا الموضوع باز منفعش لأهل كسب والموضوع انتهى فترة جاية مباراة العين بعد مباراة العين الدوري فلا حديث في الفترة القادمة سواء على الامور الفنية والاستعداد للمراحل القادمة لان المراحل القادمة مراحل اهمة جدا في صفوف النادي